اشتركوا في القناة وضروري نكون عم نضوي عليها نحضر سواهي الربرتاج صباح الخير شربل تقصرنا كنا نعرفه هيك نخبركم شوية هيك عن انا و شربل شو عنا past experience on منشي عشرين سنة بركيا كنا رابع خامس سنة جامعة وقررنا اثنينتنا نعمل زيتة الخصوص اللي هو نطلع على الجبال نتعرف على الطبيعة بلبنان على الفلور بلبنان وهيدا المنطقة اللي شربل منها جبل مكمل قررن السوداء بشرة هي كانت حلم لنا فجينا عدنا تقريبا شهر كنا كل يوم شربل كان لديه سوزوكي سوداء ياخذنا فيها زيح ونرجع نرجع لديه على البيت عنا الاربين جيبوا معنا جرايد نحط فيه النباتات نجففهن كانت اكسبرينس رائعة لحد هلا بعد عنا صور ونشارككم شوي بهذه المعلومات كنا دائما نحس انه نطلع بالجرد انه الوين رايحين ما في شي بتحسوا عن بعيد صحراء فاضية كل ما نكتشف كانت معنا دكتور كانت معنا بالجامعة تساعدنا اخر شي كان اكتراحنا انه هالقد هالمنطقة غنية حرام ما تتصنف غزارف ناتوري لانه اكولوجيك خصوصي بالفلور يعني بالنباتات غريبة عجيبة وما حدا بيقدر يكتشفه إلا تيروح ماشي وعلى هذا اليوم راح نشوفهم مع بعضنا بيبقى حصغيرة راح نشوف هذا التنوع الذي موجود عنا في هذه المنطقة على ال 2400 ومفاو هو اللي نقوله دائما بزياراتنا انتوني انه كثير من الناس تتلع هذا الشي بتحسوا انه هذا الشي صحرع شوية نحنا تعلمنا انه هذا اولا شوية صحرع يجب ان نتعلم ونشوفهم واهم شي يفهموا اللي بيكبوز بلاتهم اللي بيعملوا افرد كل هالشياء الديه هون مهم النبات اللي نشوفها هنا بألاف سنين قدروا طريقة ليعيشوا بمطرح كتير صعب نحنا فينا نضاين انجاء هون ساعة ساعتين هنه لا يمشوا منهم اخذوا ادابتاتيون يكونوا مثلا مثل مخدة منهم كيف يشربوا شي خيالة يعني هولا مهاجزة ادابتاتيون والإنسان بثاني يدمرون فنحنا نجرب هذا الموفي قد ما فينا نضوع عليه تصبحوا يحبون قد ما نحن نحبون متى ما قالك شربه قبل اثنينتنا كنا اللي حاط فينا شوية الحب هذا الشي بروفيسور نيلي ارنود كانت معلمتنا بالجامعة سوف نبدأ بهذه البلانتة جميلة اسمها سانتوري سانتوري بلو المهضوم باسمه متاخذ من الميتولوجيا غريك عن السانتور جسمه نص حصان ونص انسان لانه بالميتولوجيا غريك كان نجرح مرة السانتور بمعركة كانوا يحبون الجرح كانوا يحبون الجرح كانوا يحبون الجرح في هذه البلانتة ومن وقتها هذه الفمية كلها سواهة سانتوري ومن الفوائد الأساسية هي انه سيكاتريزانة للجروحة بالداوي الجرح وستين بلانتة جميلة كثير متناوعة سوف نرى كذا نوع من سانتوري موجودة بهذه المنطقة ومن المنطقة نكمل هناك نبتة هناك نبتة ماذا تسمعها في البشرة؟ نحن نسمعها حش مش هذا نوع سكرزونيرا هناك نظرته هنا نحن نرى ونرى كيف نذهب كلمة أسترغال هنا نسمعها نحن نسمعها هذا نوع منهم هنا نرى ونرى جميع الفوائد ونرى كلمة أسترغال هناك ننصف هناك نوع من الأخرى ونرى هناك نوع من الأخرى ونرى الكثير من الأخرى هذا معناتنا نحن على العالم ونرى أن تصيبنا عننا شاربال تصبح معروفة باسم بلوة منذذ عائلة الأرض ومالغوريتة ونصف الاسم من العائلة وهو أصبح أسترسي كمانا من اسم نابتة تانع هذه المعازة في النهار يجوعها ويغيرها ويغيرها ويسلقها بشكل مستيب طيبة حشة طيبة 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 كما نذهب نرى نبتة نظرة نظرة هذه نظرة جانيستا سوف نقول كثيرا نظرة لبنان نظرة لا يوجد منها في العالم هناك منهم موجودين في لبنان سوريا والفلسطين ولكن هؤلاء نبتة نظرة نظرة نحن نعرف تحت الوزال وهو قريب ولكن هذا على الأرض بسبب الهواء ويجب أن تكون ممتازاً وكل جمعة يتغير هذا الأصفر يصبح أبيض ويصبح موض لأنه غير نبتة تظهر نبتة تحبون أيضاً يسمى الفيتوسوسيولوجي أو مجتمع نباتة كثيراً نرى الجانيستا التي هي صغيرة اللونة أصفر تفوت فيها لوتوس وهو أورانج على أحمر وهذه النبات رائعين يمكننا أن نرى حتى أعلى من هنا وسوف أعطيكم بعض الأشياء هذه نبتة جميلة لا يوجد علاقة باللونة ولكن اسمها الانجليزة Lavender Bulb Lily أو اسمها اللاتينة Exolurion وهذه النبتة كما تظهر دائماً هي نبتة نبتة نرى كثيراً بالمراعي وهذه النبتة وهذه النبتة وهذه النبتة وهذه النبتة من المخ بعبو أو الهند وهذه النبتة على الجبل وهذه النبتة تسلق وتأكلها إذا تنتبهوا هنا كمانا ماني خبير حشرات بس بالنسبة للكوليوبتر يعني عائلة الصراصير التي العالم كثير تفزع منها الصراصير التي ملقيهم بالطبيعة هي حيوانات نظيفة جداً حلوة كثير غير الصرصور طبع البيت الذي نحن نعرفه تقليدياً هو مجوي لأنه يعيش مع فضلات والمجرير بس هذه الحشرات ضروري جداً يكونوا موجودين بالطبيعة يتأقلموا بشكل كثير كبير مع المناخ ومع النباتات الموجودة هنا وقدرين يلاقيوا أكل وممكن يكونوا هن كمانا أكل لطيور أو لحشرات أكبر أو لحيوانات أكبر يعني مجرد ما نحط مصايد لإلون إذا لم نستطعوا نلاقيهم نحن نمشي رح نلاقي كمية كبيرة وبالتالي نحن نمشي أربع سنين مع علماء حشرات المناخ من هنغاريا يعملوا معنا بلجنة أصدقاء الأرز عملنا إدانتيفكاسيون لثلاث أصناف جديدة أبداً لم يكن أحد عملوا إدانتيفكاسيون من قبل كلما نرى تنوع نباتات كلما نرى تنوع حشرات يتعيش مع هذه النباتات ومنطقتنا كثير غنية تدون دراسة وهنا نرى نقص كبير في عالم الحشرات بلبنان بالتعرف عليها هاودي عندما تتشعر هنا تجدوا ثلاث تراب من نوار كله طبيعي تجدوا ثلاث تراب عالي لواحده هذا ما نسميه نحن الخلد أو توب بالفرنسي هذا حيوان مثل من عائلة الكوارض يعني الدي رونجور يمشي تحت الأرض يتغذى على شلوش النباتات من أنه مجوي أبدا مثل الجيرداوني نحن نعرفه كل النهار يبحش تحت الأرض وهو حيوان ما يشوف بس بيعمل عنده سنان كتير قواية من قدام يعني بيضحن الباحث والتراب كل الوقت تعمل خنادق أو دي غالوري تحت الأرض هلأ بالبزرعات يزعجون لبعض المزرعين يجربون ويبرمون وين ممكن تكون الفتحة يمكن أن يخرجوا بهاية الطريقة يستطيعون يسكرون المدخل يجربون ويسكرون 6-7 مداخل يجبون يحمي حاله يجربون يلحقون كل نسوا بأخر نهار عندما يفوت هوا من باب معين يريدون يذهبون ويسكرون هونو كي يبقى نطرينو يجربون ويقلون أو يجربون ويقلون ويقلون محل تاني بعيد عن البستان يزعجون خصوصي ويقومون بطاطا أو زرعين أشياء أو أشياء تحت الأرض مثل الجازر أو غيرها لأنه يكون يضيقون حيوان ضروري جدا يكون بالطبيعة يعمل دي غالوري يهوئ التربة تحت الأرض يمكن أن يكون باب لألو كما أنه يمكن يكون في حياة حياة بتعيش هون تستفيد من الجالورية اللي بيعملها الخلد يهي كمانا فهي تروحت كل الخلد وعفكرة بهذه المنطقة بالذات هوني على هذا الارتفاع عندنا نوع حياة لأنه أكثرية الحياة في لبنان غير سامة يعني نادرا من نسبة أنه في حدا مات من عقصة حياة بهذه المنطقة على القليلة أنا اكتشفت من شي ثلاث سنين كنتم مصور حياة عم تاكل سقاية أو حرداونة فرجيتها لحد بيفهم بهذا المجال بيقال لي أنه هذه الحياة من أسمى حيات موجودة بمنطقة الشر الأوسط تنوصل لشمال أوروبا كثير مسمى بس كثير خجولة يعني ما بتتعدى يعني ما أنه أجريسيف لدرجة لأنه تهجم على حدا مجرد ما يكون في دعسة إنسان بتتخبى منا كثير كبيرة حية كثير شكلة حلو موجودة بالطبيعة طالما نحن مأزينها هي ما رح تقرب وطالما أنا مروح تحرك شفية مش رح تقرب علينا مشان هيك نصيحة مما حدا يقتل حياة لأنه ترقلج الطبيعة إلى دور كثير مهم فيها هنا عنا نبتة كثير حلوة اسمها فيلاغو أناتوليكا بسمها لأنه فعليا قطنو مثل الوردة ولكن لديها اسم جميلة بسمها لأنه يعتبرون أن المعزة والبقر يأكلونها عندما يكون لديهم مشاكل لا يستطيعون يهضموا الأكل الذي يأكله لذلك تساعدهم لأنه يأكلوا هذه النبتة كثير مهمة يوجد هذه المشاكل هنا يوجد مهمة عندما يكون هناك نصيح المشاكل يوجد مهمة يوجد مهمة تصبح مهمة يوجد هناك كما أنه يوجد هنا يوجد هناك كيف تكون مجوزة السخرة يوجد مهمة في الأرد نجد نابتاتي في مطارح مزعجة ولكن هناك شيء مثل كونفولجولاسي رأيتها قليلا وضيعتها هناك نبتة جميلة الآن تبدأ تزهير زهرتها مثل الأوتونوار يسمونها متدايدة هناك ألوان أبيض و أصفر و كلهم أسرقال يجب أن يكون هناك شربل يذكرنا باسمه نحن نسميها قط قط بالنسبة لأهل بشاري قط بالنسبة لأهل بشاري قط بالنسبة لأهل بشاري قط بالنسبة لأولادة الألفة و كانوا قديما يخبرون جدودنا كانوا يتعذبون كثيرا و يجيبون أتات و يجففون المعزب الشتوية هذا أكثر يتو نابتات شوكية هنا و ليس هناك شوك أبدا إذا أعطنا قليلا بسخور يمكن أن يكون هناك أسترقالوس ليباني جميلة ما اسمه؟ ما كنت أتحدث عنه؟ هذا هو فرونيكا هذا هو البلوة فيرونيكا و هي اسم بنت أختي هناك أشخاص من البعيد هناك أشخاص من فيرونيكا هناك زهرة صغيرة و جميلة هناك ربيا سي أسبرولة و أشخاص من أجل مكان و يوجدون في قلب الشتلت هناك صنف أسترقال نادر جدا و أنظميك فقط في هذه المنطقة البوتانيستيات التي اكتشفتها أسمى أسترقالوس كورنت السوداء هذه المنطقة تسمى أسترقالوس كورنت السوداء لا أعرف أن أسترقالوس كورنت السوداء لا أعرف الآن نحن نرى في الصخور هذا الوقت في فلوريزون يمكن أن نرى أسترقالوس يوسف بيكرام أسترقالوس كورنت السوداء نحن نرى نحن نرى أسترقالوس كورنت السوداء نحن نرى